بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده نسترد عليكم طريقة عمل ايزو لوندوز 10 أو 11 سريع ومخفف لكل الأجهزة بيشمل التعريفات وبيشمل إعداداتك المخصصة استعرضنا في السابق أدوات وينستول أدوات مهمة جدا اللي بتقدر أنك تضيفها مع نسخة الويندوز على الفلاشة وبشكل التلقائي بتعمل الأداة على تثبيت الويندوز مع أقل عملية إعداد بجانب تخفيف الويندوز وإزالة الكثير من العناصر الغير ضرورية للحصول على أفضل أداء لجميع الأجهزة لوندوز 11 أو ويندوز 10 لكن اليوم هنستعرض على حضراتكم أداء جديدة مهمة من قبل نفس المطور أو تم تطويرها من قبل مطور الأداء السابقة المومري تيك تيبس إذا المطور أحد مطورين مستودع جيت هاب المعروفين بما في ذلك عنده قناة اسمها مومري هسيب لك هذه القناة أسفل هذا الفيديو ربما أنك تحب أنك تزور هذه القناة لأنها بتقدم العديد من الشرحات التكنية المهمة هذه الأداءة وظيفتها دمج التعريفات دمج أدوات التخفيف والإعدادات المفضلة داخل نسخة الأيزو بحيث يكون عندك أيزو لويندوز 10 أو ويندوز 11 جاهز بشكل مخفف عليه نفس التعريفات الخاصة بالجهاز بتاعتك تقدر بعد ذلك في أي وقت أنك تسبت الويندوز يتم تثبيته بشكل تلقائي وبشكل سريع بجانب تخفيفه بشكل احترافي لإزالة العديد من العناصر الغير الضرورية على الويندوز للحصول على أفضل آداء بجانب تعريفات جهازك الأصلية تكون موجودة عندك بجانب طبعا بالنسبة لويندوز 11 أنه يتم تجاوز أو تخطي المتطلبات أثناء عملية تثبيت ويندوز 11 يعني تقدر أنك تثبت ويندوز 11 بنفس هذه الطريقة على جهازك الغير مدعوم طبعا كل الرابط هتكون موجودة أسفل هذا الفيديو الأداء هيكون اسمها ويم يوتل هتبتدي أنك تنزل حاجة بسيطة عند هذا الرابط طبعا الأداء مش بتتثبت أو بتحتاج أي تثبيت كل ما هناك أنك تنسخ هذا الرابط من هذه الأيكونة هتوده كوبي أو هتضغط عليه هيتم نسخه بعد ذلك من مربع البحث عندك على ويندوز 10 أو ويندوز 11 هتكتب باورشيل هتبتدي أنك تفتح الباورشيل كمسؤول ثم يس بعد ذلك كل اللي مطلوب أنك هتعمل لسك لهذا الكود هنا وهتضغط على انتر بشكل تلقية هتبتدي تحمل معاك الأداء أو هتظهر معاك الأداء على هذه الوجهة البسيطة جدا طبعا مبدئيا هنا لو أنك مش عندك ويندوز 10 ايزو موجودة عندك أو ويندوز 11 فتقدر من خلال الرابط دي أنك تتوجه إلى الموقع الرسمي لتحملها لو ضغطت على ويندوز 10 بشكلة القايف تحمعك المتصفح على الموقع الرسمي لويندوز 10 كذلك الحال بالنسبة لويندوز 11 بعد تحميل نسخة الايزو كل ما هناك أنك هتعمل لها إدراج هنا داخل الأداء فهتضغط على سلكت ايزو بعد ذلك تتوجه إلى المكان اللي موجود فيه نسخة الويندوز عندك على سبيل المثال هذه المرة خلينا نستخدم ويندوز 10 نفس الطريقة دي تنفع على ويندوز 11 مع تخطي بالنسبة لويندوز 11 متطلبات التشغيل يعني تقدر أنك تثبت ويندوز 11 على الأجهزة الغير مدعومة هنحدد هذه المرة ويندوز 10 أحدث إصدار ثم Open بعد ذلك هتضغط هنا على Select Directory بحيث أنك تحدد المكان اللي هيتم فيه فرد ملفات النسخة يعني على سبيل المثال هنحدد مثلاً ديسك طوب أو هننشئ مجلد على ديسك طوب مثلاً New Folder بعد ذلك هنسمي هذا الفولدر مثلاً ويندوز 10 Lite بعد ذلك من هذه النافذة هتضغط هنا على المكان اللي موجود فيه هذا المجلد ويندوز 10 Lite هحدده ثم OK طبعاً زي ما قلت لحضراتكم هذه الطريقة بتنطبق على ويندوز 10 أو ويندوز 11 بما في ذلك أو بالمناسبة ما تنساش أن البورشل يجب أنه يفضل مفتوح لحين إنشاء الآيزو بعد ذلك هتضغط على Start وهتنتظر بعض الثواني البسيطة هتبدأ الأدام من استخراج نسخة الآيزو داخل هذا المجلد اللي إننا أنشأناه طبعاً هتنتظر بعض الثواني البسيطة لحين ما يتم استخراج النسخة أو عمل لها ما وانت هتلاقي فيه عندك هنا Please Wait يجب الانتظار لحين ما يتم الانتهاء من هذه الخطوة بعد ذلك هتلاقي ظهر معك Continue فهتضغط على Next بعد ذلك هنا طبعاً بيكون فيه عندك Download UW تقدر إنك تعمل دمج للأدوات اللي هتعمل على تخفيف الويندوز وتثبيته بشكل تلقائي طبعاً كنا استعرضنا في السابق أدوات الوينستول اللي هو الملف اللي إنك بتحمله وبتدمجه مع نسخة الويندوز ده بيعمل على التخفيف وإزالة العناصر الغير الضرورية في الويندوز بشكل تلقائي يقدر إنك تحمله وتعمله Select من هنا يتم إدراجه في النسخة ده الملف الجاهز فيه عندك ونستعرضنا أيضاً طريقة لعمل هذا الملف بشكل يدوي يعني تختار إعداداتك المفضلة لإنك عايز يتخطها أو عايز إن يتم تخطيها بما في ذلك إزالة متطلبات ويندوز 11 لو إنك هتثبتها على جهاز غير مدعوم بما في ذلك تحدد العناصر اللي إنك محتاج إن يتم إزالتها في الويندوز فعندك الطريقتين إما الملف الجاهز أو إما إنك تعمل الملف بشكل يدوي أو إما إنك من خلال الأداء من هنا تحمل هذه الأدوات من خلال هذا الرابط Download UW طبعاً هسيب لك فيديو إنشاء الملف بشكل يدوي أسفل هذا الفيديو لو إنك أردت من عمل ملف الإجابات أو ملف التخطي بشكل يدوي لو إنك هتحمله أو هتسالم ملف اليدوي فيضغط على Select File لإدراج هذا الملف لكن لو هتستخدم الطريقة التلقائية أو الملف الجاهز فهنضغط هنا دلوقتي على Download UW ثاني بسيطة وهتلاقي إن تم إدراج هذه الملفات هنا أصبح عندك عبارة Continue فإضغط على Next بعد ذلك هنا خطوة الدرايفرات لو عايز تعمل دمج لتعريفات الويندوز بتاعك أو الجهاز بتاعك في نسخة الأيزو بحيث بعد تثبيت النسخة تكون عندك التعريفات تقدر إنك تثبتها على نفس الجهاز بشكل سريع طبعاً لو إنك هتعمل دمج للتعريفات فيجب إن يكون نفس الويندوز هيتثبت على نفس الجهاز فهتضغط هنا على Add Drivers بعد ذلك هيبتدي بشكل تلقائي من بدء سحب أو دمج هذه التعريفات إلى نسخة الأيزو كده دلوقتي زي ما عندكم شايفين Continue تم دمج هذه التعريفات أو سحبها هنا في هذا الملف يعني لو إن أنا فتحنا هذا المجلد دلوقتي بعد ذلك مجلد الويندوز ثم مجلد المصادر بعد ذلك هذا المجلد الـ OEMS بعد ذلك هذا المجلد أيضاً هتلاقي بداخله مجلد الـ Drivers التعريفات كده تم دمج كل التعريفات جهازك الأصلية أو المثبتة في الوقت الحالي داخل نسخة الأيزو بعد ذلك هتضغط على Next ثم بعد ذلك لو إنك هنا فيها زيخة وليت هذه العبارة موجودة باللون الأحمر إن أداة OSC DIMG مفقودة أداة مساعدة وظيفتها تكوين نسخة الأيزو مرة أخرى لو كانت هذه العبارة باللون الأحمر فإضغط هنا على Get OSC D هيبتدي في ثانية واحدة من تحميل هذه الأداة بعد ذلك إضغط على Select Location المكان اللي إنك هتستخرج فيه نسخة الأيزو بعد تجمعها هنسميها على سبيل المثال Windows 10 22H2 Lite مثلا ثم بعد ذلك هنحدد المكان اللي هيتم فيه استخراجها زي النسخة مثلا Disk Top بعد ذلك اضغط على Save ثم اضغط على Create ISO وانتظر بعض الثواني البسيطة لحين ما يتم إنشاء لك نسخة الأيزو في المكان طبعا اللي إنك حددته بشكل تلقائي وبشكل مخصص مع أقل إعدادات في عملية التثبيت أو بدون عملية التثبيت في الأساس لإن فقط إنك بتضيف في البداية اللغة والمنطقة وبس على كده وبتم التثبيت بعد ذلك بشكل تلقائي وطبعا تخففها بشكل لا يتعارض مع الاستخدام الطبيعي للويندوز والبرامج أو لا يسبب أي مشكلات ويزال طبعا تطبيقات Bluetware التطبيقات الغير الضرورية اللي بتتم تثبيتها بشكل مصبك مع الويندوز وتمكين فقط خدمات الويندوز الضرورية اللي ممكن إنك تكون محتاجة بدون فوضى الخدمات اللي بتستهلك الكثير من الرمات والمعالج وبتكون طبعا بتشمل تعريفات جهازك الأصلية وإعداداتك المفضلة يعني بعد تثبيت الويندوز بتبتدي بشكل مباشر إنك تستخدم الويندوز بشكل طبيعي مع الحصول على أفضل آداء طبعا الويندوز 10 أو ويندوز 11 هنا زي ما إنكم شايفين بلزويت هتنتظر بس دقيقة دقيقة ونص بالكتير هتلاقي إنه نسخة الايزو أصبحت جهزة عندك على سطح المكتب هنا هتلاقي عبارة done ISO file successfully دلوقتي هتضغط بقى على إجزايت هنا هتضغط على إيس عشان يتم التخلص من تكوينات الويندوز السابقة اللي تم التعديل عليها هتضغط على إيس بعد زيك هتقفل أداء بشكل طلقي هتفتح هذا المجلد هتلاقيه فارغ تماما هتبتدي بقى تحذف هذا المجلد الفارغ مش محتاجينه وتقفل عادي البارشيل وكده أصبح عندك نسخة الايزو لويندوز 10 أو لويندوز 11 مخصصة زي ما قلت لأدراتكم جاهزة عندك في أي وقت تقدر إنك تثبتها على الفلاشة باستخدام أي برنامج تثبيت نسخ لويندوز على الفلاشة زي رفوس زي فينتوي طبعا استعرضنا كثيرا هذه الأمور هسيب لك بعض الشرحات لعملية التثبيت أو حرق نسخة لويندوز على الفلاشة أسفل هذا الفيديو وتبدأ في عملية تثبيتها بالشكل التلقائي ومخفف للحصول على أفضل أداء فطبعا لو حابين إننا نستعرض عملية تثبيت هذه النسخة واستعراضها ومقارنتها بالنسخة الأصلية فأقلنا في التعليقات والشرح القادم نبكدي من استعراض هذه النسخة في عملية التثبيت واستعراض استهلاكها من موارد الجهاز وكالعادة ما تنساش من دعم هذا الفيديو بلايك ولو عندك أي تعليق أو أي صفصار قليل في التعليقات وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته